السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحلى أخوات في العالم شرح اليوم هو طريقة حزف منشورات فيسبوك دفعة واحدة وبدون برامج ومش بس كده بعد ما هنحزف المنشورات هنعمل لها كمان استرجاع خلونا نشوف الطريقة ونبدأ في الشرح خطوة بخطوة أول حاجة هنعملها ان احنا هنروح نفتح حسابنا على الفيسبوك وبعد كده هنروح نضغط على التلات شرط على اليمين أو على اليسار على حسب لغة جهاز حضرتك هضغط على التلات شرط وبعدين هروح على الاعدادات والخصوصية وبعدين هضغط على الاعدادات وبعدين هنزل كده لحد ما وصل على حاجة اسمها سجل النشاطات هضغط عليها وبعدين إدارة منشوراتك وبعدين هلاقي هنا المنشورات بتاعتي هحدد على الكل وبعدين من تحت هنا هلاقي حاجة اسمها سلة المحزوفات وبعدين هضغط على نقل الى سلة المحزوفات وبكده المنشورات بتاعتي اتحزفت هنعمل خروج من فيسبوك وبعدين هفتح تاني الفيسبوك وادخل على الصفحة الشخصية هعمل ريفرش امام حضراتكم ومش هلاقي هنا غير تاريخ الميلاد طيب علشان نرجع المنشورات بتاعتنا هنروح للصفحة الشخصية هتغط على التلات شرط وبعدين هروح على الاعدادات والخصوصية وبعدين على الاعدادات وبعدين هروح لنفس المكان اللي أنا كنت فيه سجل النشاطات ولكن هنا بقى هننتظر خمس ثواني علشان سلة المحزوفات تتفعل معايا لان لو ضغطت عليها كده مش هتفتح معايا فلازم انتظر خمس ثواني علشان تتفعل معنا طيب وبعد ما انتظرنا خمس ثواني هضغط على سلة المحزوفات او سلة المهمولات هتجي اعلم على المنشورات بتاعتي وهعمل استعادة من تحت وبعدين هضغط على كلمة استعادة في ثواني هيستعاد لي الاربع منشورات تاني على صفحتي الشخصية طيب هنعمل خروج كده من فيسبوك وبعدين هنرجع تاني نفتح الفيسبوك هفتح الصفحة الشخصية هعمل اكتر من مرة ريفرش كده هلاقي ان المنشورات بتاعتي كلها رجعت تاني او الاربع بسطات رجع تاني وفي الاخر تاريخ الميلاد ده كان شرح اليوم اتمنى ان اكون افدتكم ولو بمعلومة ولو استفدت بمعلومة ياريت تدعم الفيديو ده بلايك اشترك في القناة علشان يوصل لحضرتك كل جديد شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته